ترجمة نانسي قنقر اعتادت ان تدس السم في العسل وعلى مبدأ ان لا شيء لهؤلاء الخاسرين يخسروه بعد اليوم فبالمال ولا شيء غير المال تصنع الفخاخ وتشترشها المؤسسة العربية الديمقراطية كان لهذه المؤسسة دور فاعل في دعم الحركات الداعية للفوضى في المنطقة بدأت بتونس ولم تنتهي مستغلة الدعم المالي والسياسي الكبير من قطر فهذه المؤسسة تدعي الديمقراطية زيفا وتخفي ريها شيات ما يسمى بالربيع العربي ذاك الربيع الذي اشبع اهله بصيف الارهاب الحارق اخفته قطر بعباءتها الاعلامية وعمامتها الاخوانية جاءت كما لو لم يكن قبلها احد فكر جديد واناس ذو اوهام سياسية لها فعل الاحزمة الناسفة يحملون ما هو اخطر من التفجير والترهيب والقتل فاما ان ترتل معالم في الطريق واما ان تكون من الخاسرين وهنا تبرمجت ادمغة طبيعة على وجوهها اربعة اصابع كانت تدرس في اكاديمية التغيير بل قل اكاديمية التجنيد ضد الاوطان والحكومات عبر حرب الفوضى والتخريب في منطقة الخليج العربي تدريس في النمسا وتخطيط في قطر الى ما بعد الارهاب المسلح الارهاب الناعم ارهاب العقل والفكر والانتماء تنصب الفخة للشاه ثم تسلخ الفرو عنها ثم تطلقها مؤدلجة في سهول الوطن العربي لتترعرع حتى ينمو الفرو مرة اخرى وتستمر الحلقة حتى تذبح او تنتحر الشاه وهذا ما حدث مع اول شاة عربية سمينة في تونس حتى سلخت القطعان عن جلدها في معظم بلاد شمال افريقيا وذلك برعاية مؤسس الاكاديمية المدعو هشام مرسي زوج ابنة المصنف على قائمة الارهاب في البيان الرباعي يوسف القرضاوي وقناة الجزيرة ادات جز الصوف وهنا يبرز التعدي في السياسة القطرية على جارتها البحرين فجاءت تساؤلات معهد بروكينغز ماذا بعد تقرير بسيوني فهذا معهد حاول ان يؤدلج الشتف البحرين وذلك ما بدى جليا من عزم بشارة رئيس اللجنة التنفيذية للمعهد عندما حاول بدراساته المزعومة تشويها صورة البحرين ولكنه اكتشف ان لا موضع قدم له اليوم في البحرين وايضا اتضحت خيوط اللعبة عندما تلاحظ توحد جهود قناة الجزيرة مع معظم مراكز الدراسات والبحوث القطرية المعهد حاول استدراج عدد من البحرينيين لحضور ندوات ومؤتمرات تناقش قضايا بحرينية بحته استهدف المعهد ما يسمى بالمعارضة في البحرين التي خسرت الرهانة في جينيف بعد المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان والذي فشلت فيه المعارضة فشلا دريعا ما لاقى استعطاف معهد بروكينغز وقناة الجزيرة ليقدم المعهد حينها فرصة سنيحة للخسرين ولكن بحبكة سياسية جديدة باءت بالفشل فلا عزاء اليوم إلا لتلك المراكز التي تطول القائمة بها وتطول فواتير تشغيلها وتقصر يد القائمين عليها